مرحبا مساء الخير بحسب توقيت مشاهدة الفيديو طبعا الناس على اعصابه وما رح طول بالمقدمة جماعة اسيابيل ناموا صحيوا لقوا القروب مسكر مجموعة العمل اللي اسمها مجموعة العمل ولكن التطبيق شغال السحوبات كلها لم تتم معالجتها الايداعات تقريبا كمان وان فيه فيه ثلاث روايات حاليا ثلاث روايات متداولة الرواية الاولى المشرفين تبع اسيابيل بقولولك انه مستخدمين جولدين انت يلي انتصب عليهم مبارح طحشوا او فاتوا على مجموعة اسيابيل وصاروا يحرضوا الناس على مجموعة اسيابيل فاضطروا يسكروا الجروب هاي الرواية الاولى الرواية التانية بتقول انه ادارة اسيابيل عم تتفاوض مع الحكومات ما بعرف شو طبيعة هذا التفاوض بس انه هيك بقولوا عم يتفاوضوا مع الحكومات لانه مع حكومات قضائية اه لانه في منصات سابقة مثل الجولدين انت والزيد ميديا نصبت سكرت ونصبت على الناس فالحكومات القضائية او اللجنات الدولية اقسم بالله ما بعرف شو اسمها هاي الجهة اللي عم تفاوضوا معها وقفوا لهم التطبيق عنه وعملوا لهم مشكلة او وقفوا او حطوا لهم الدولاب بالعجلة مشان يتحققوا زاني سادئين او نصابين فعلى هذا الاساس انه لبينما يحلوا مشكلة التفاوض اه رح يرجعوا يجددوا موضوع السحب والايداع وهالامور هاي لحظة بس شوفوا لكم الرواية الثالثة تك الريوة طبعا سكرت الفيديو ورحت شوف الرواية الثالثة الرواية الثالثة بتقول انه في تحديث والتحديث هاد بينتهي الساعة 11 بالليل وبعد الساعة 11 بالليل كله بيرجع متل ما كان وطبيعي فشوف انت انه رواية مقنعة بينها 3 روايات وشوف شو الموضوع ولكن في عبرة بهذا الموضوع العبرة هي بتقول انه في الامس كانوا مستخدمين اسيا بيل عم يضحكوا على مستخدمين الـ golden ant لانه امتصب عليون ولكن اليوم مستخدمين الـ golden ant عم يضحكوا على مستخدمين الـ asيا بيل لانه امتصب عليون فيا جماعة العبرة الوحيدة من هذا الموضوع لا تشمته ببعض لا تشمته بوجع بعض ليش؟ ليش عم تشمته ببعض؟ ليش عم تشمته ابدا وبالنسبة للمنصات هاي في كتير ناس بتقول احكي لنا عن المنصة الفلانية ومنصة السقر الزهبي ومنصة الأرنب الأبيض ومنصة الدولار الأخضر ومنصة أبو عبدو الخضرجة يا أخي هدول منصات كلهم آخرون نصب ببدايتون فيه ربح انت كشخص ادخل بهاي المنصات يعني لا تدخل فيها حابب تدخل ادخل بس ما تدخل بمبالغ كبيرة حمار انت لتفوت بخمس تالاف دينار وعشر تالاف دينار غبة يعني الطمع مو لها الدرجة مو لها الدرجة انه الطمع يوديك لمرحلة الغباء وتروح تحط 3-4 مصاريك بهيك برنامج او كل مصاريك بالتطبيق بالاخير هذا تطبيق على متجر جوجل بلايه لا في حد يحصل لك حقك ولا شيء يعني من الغباء انك تحط مبلغ كبير حط مبلغ صغير مية خمسين ميتين مية وخمسين يا اخي خمسمية بس عشر تالاف حمار انت عشر تالاف حق سيارة حق سيارة انت داخل بحق سيارة انت داخل بمبلغ بعيشك خمس سنين خمس سنين اكل شارب نايم يا جماعة المنصات هاي شهر شهرين بتربح منها بتستفق خلاص اصحاب مصاريك وضل طالع لا تكمل اصحاب مصاريك اصحاب راس مالك وضل طالع اصحاب شوية تربح وضل طالع لا تكمل لا تطمع الحكم التاني يلي استفدنا منها هي الطمع لا تكون طمع تخسر لانه الطمع بياخدك للغباء والغباء بياخدك بميت دهي لكل منصة هلا فيه منصة اسمها جو سكويد كمان هلا بعروض لكم صورة لاله بقولك هاي المنصة نظامي وهي المنصة الى اوراق سبوتي ان شاء الله يكون صاحبة شيخ ودقنه بيضة ووجهه عم يشيع منه نور بده ينصب عليك بالاخير اذا بياء العسل بينصب فما بالك تطبيق على جوجل بلاي وناس ما بنعرف ارعة ابوه من وين بده ينصبه كلهم رح ينصبه كل المنصات منصات بتكون سادقة شهر شهرين خلاص تمام انا كنت متوقع يصير حركة نصب ولكن مو بهاي الطريقة كنت متوقع حركة النصب انه يلغو يلغو الدفع بالمحافظ تبع اورنج وامنية وزين ويخلو الدفع عن طريق اليو اس دي تي لانه منص صعب جدا انك تعمل محفظة يو اس دي تي انا هيك كنت متوقع سيناريو النصب ولكن بخصوص اسيا بيل في حال او فتح السحب مباشرة اسحب خلاص اي ازعطوك مجال تسحب بس في حال رجعت اشتغلت المنصة كان مثلا عطل او خلل مباشرة اسحاب يعني ادخل اذا طلع منصات يعني بعد بفترة اذا طلع منصات مثل هاي اعتمدوا فيهم على سياسة الضروب وهروب فوت بمبلغ طالع منهم ربح اسحاب وظل طالع تمام؟ كلكم هيك اعملو بس لا ترو تحط الف و الفين و تلتة الاف و اربع الف كتير لا تحط الف حتى لو كنت زنجيل مليار دير مليار دير الف لا تحط دخل مية ميتين انكترت ماكسيموم خمسمية اكتر منيك لا تدخل يعطيكم العافية والسلام عليكم والله يعوضكن جميعا ان شاء الله بتتعوضوا باقرب وقت السلام عليكم وما منعرف شو بنقول يلا السلام